كان يجمع المخالة في الحمى بشريلات يشري بها البوم بوم أو الحلويات كان طموحه يعتمد على رسوه بزعب بشكل مصروفه الشخصي وخام زال صغير لم يكمل عشر سنوات كان يقلب على الفلوس بأي طريقة كان غير في أوقات الفراغ من الذين يخرج من المدرسة في ذلك النهار قلموا بالمشي عند جداته ويجعل غياب من شخص قريبة من دارهم وبدأ يقلب لم يجمع قبل أن يتلاقيه ذلك الشيخ الكبير في الستينات من عمره بان بالمشيخ يحن عليه لكن ما حال ما نضيب بكي تخبّف صوف النعجة أو الخروف يبدأ مع أهل هضراء والولد المسكين لم يخبّع له ولو أعود له قصة حياته باختصار ومنها شده وبغي يدير فيها ما أريد سحاب له بكل شيء سهل وغادي يكون طعم سهل للبتلاع في حلقه إذا بيهشوكة وحلت له وجابت له له ليكا في آخر عمره العجوز بالوليد حسن نية وعاتبه علاش يخلي حواجه مسخين هذه كانت غير طريقة منه باش يصدرجه اقترح عليه يمشي مع هل الحمام باش يغسله سبيل الله الولد الفض في الأول قبل ما يوافق حيات عفوان ما شافش الغطر في عينينا الراجل اللي بان له في عمر جده الوليد مشامع هل الحمام عن طيبي خاطر ما شكش فيه أبداً الوجه دياله باين عليه الوقار لكن الحقيقة اللي كيخفيها ما بايناش على وجهه شحن من حاجة خيبة ما يمكنش نقراوها في عيون الناس أو السحة ناس ديالهم اللي في القلوب ما يعلمها غير الله في الحمام كان الولد فرحان بالتحميمة أما الكهل فالفرحة دياله كانت كبيرة لاعتقد انه استاذ غلاماً سيفرغ فيه مكبوته دون أن يدري ان السحر عادة ما يرجع للسحر ما بغيش يتحمام صفلي اقترح على اللي كيسير الحمام يطلع الفوق باش يستخلي بديك الوليد ويلقى الفرصة دياله مواتية يدر فيه ما بغى وعلاش خططه في البيت اللي يخدوه طلب من الولد يحيد حواجه وهذا الشي اللي دار بحسن نياه حتى بقى له غير سليب قلو يزوله قبل ما يبدأ يقيس فيه عفواً الشي اللي ينتبه له الولد وحاول يهرب لكنه شده بغيب يبقى قبل ما يهرب له من يدوم هبط الولد عريانه مخلوعه عند مو الحمام اللي شافه وصوله قبل ما يصرحه بشي اللي وقعه بقى فيه بزاف وحسن الحال وغسله وبقى كيتسن العجوز يهبط من فوق كان يعتقد مو الحمام بالليد الولد ولده سعى بال بالليد غير ديب بغى يكون الحمام مو الحمام خبر الناس وتجمعه كل شي كيتسنه يخرج هذا ديب البشري من الحمام أعطوه علاش يعقل طول حياته ما خلوه فين ما ضربوه نفدو فيه شرع اليد قبل ما يصوروه يلوحو الفيديو في اليوتيوب الشهدياله كانت كبيرة قبل ما يقبطوه ويسلموه للبوليس عائلته ما خلت ما دارت باش يخرج منها سالم لم يكن غانم طبعا حيث فلتت له الهمزة رغبت عائلة الوليد اللي تنازلت له والأب ديالهم تنازل على الشيكايا وبعد ما تدخلت واحدة جمعية نسائية باش تدافع له وتأذره في المحكمة لكن الوكل العام ما قبلش هالتنازل وبالله غير محاولة باش يتملصوا من السؤولية الجنائية اللي تورط في هاد الموسين وحافظ الحق العام وقرر الإداع دياله للسجن قبل ما يتحكم ويتحكم عليه بخمس سنين ديال الحبس في أول جلسة أمامه بغرفة الجنائيات الابتدائية هذا مصير بحل هاد الناس اللي ما يقدروش لبراءة الطفولة وكي يغريهم يعني الشدود الجنسي ديالهم باش يولطوا ويطيحوا أي ولد صغير بنت كان أو بنت أوليد هذي سلوكات استشرص بزاف هذا العصر وانتمنى باش ينال بحل هاد الاشخاص الجزاء اللازم والعقبة